لو تعرضت الظلم جديد جدا وقهر وعنف حد جاء عليك بكل أنواع الظلم النفسي والجسبي لدرجة أنه ما كانش يمديك أي فرصة أنك تعيش في سلام حد طلع عليك سمع وطعم في شرفك وصدقك حد قال عليك أنك كدفة أكتر وقت أنت كنت صادق فيه لو تعرضت للأذى ده من أقرب ناس ليك من أهلك من عيلتك ناس اللي بتتعامل معاهم بل وكمان وصلت معاهم أنهم طردوك من بيتك وإن لما رحت مكان تاني تعيش فيه كانوا برضو بيحربوك وبيوصلوا ليك الأزية في كل وقت وفي كل أدان تفتكر أنت لو بقيت حد صاحب أكبر كلمة في البلد أو صاحب أكبر منصب عالي هتعمل إيه في الناس دي؟ هتنتقم منهم إزاي؟ هتجيب حقك إزاي؟ لو قدرت أنك توصل لمكانة يكونوا تحت أمرك فيها وتحت طوعك هتعمل أكتر من كده أنت هتاخد حقك وفي زيادة كمان لو أنت إنسان ما فيش زيك في الطيبة والرحمة أخرك هتقول أنا هردلهم الأزة بالضبط بس مش هزود عن أي حاجة عملوها شافتري يعني لكن لما الأمر يبقى خاص بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم القوي الشجاع الأمر بيختلف تماما بعدما النبي صلى الله عليه وسلم أكبروه أنه هاجر من بلده اللي بيحبها مكة اللي كبر وتربى فيها هاجر بسبب الظلم والقهر والأزة اللي كان بيتعرض له هو وأي حد بيحبه كان يقدر يئذيهم صلى الله عليه وسلم أول لما ربنا سبحانه وتعالى مكنوا منهم النبي صلى الله عليه وسلم تعدي بيه الأيام ويدخل مكة فاتح يدخل مكة على فرسه قدام كل الكفار اللي أزوه بس وهم أزل قدامه وضعفاء جدا النبي صلى الله عليه وسلم محرج يدخل المكان وهو رفع رأسه وبيقولهم أنا جاي أنتقم منكم ما كانش كده خالص صلى الله عليه وسلم معين الناس دي أزوه بس كان داخل على فرسه مطاقت رأسه لحد ما لحيته كانت وصلة لدهر فرسه حطت وشه في الأرض مع أنه كان ممكن ينكل بيهم سمرضاش يعمل كده صلى الله عليه وسلم النبي في صمت تام داخل مش عارف يقولهم إيه مش عايز يأذي الناس اللي كبر في وسطهم أحب القلب إن هما يدخلوا لإسلام مش إنهم يتقتلوا في حد من الصحابة اللي شاف دمع النبي صلى الله عليه وسلم كم الأزية فرفع راسه ورفع حسه وسط الجيش وقال اليوم يوم المرحمة إحنا اليوم ده مفيش يوم زيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا بل اليوم يوم المرحمة اليوم ده أكتر يوم هيشهدوا التاريخ إن ترحم فيه ناس كان ممكن يحصل فيهم أكتر من اللي هم عملوا فسوفيان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما النبي يقول له ما تظن أني فاعل بك فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الكلمتين دول يقرب من أبو سوفيان قرب منه يقول له ما تظن أني فاعل بك فتكراً هعمل فيك إيه فأبو سوفيان يقول له أخ كريم ابن أخ كريم فالنبي صلى الله عليه وسلم يبص لي ويبص الكفار مك يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء أنا مش هعمل فيكم اللي انتم عملتوا فيه اليوم ده أكتر عدد من كفار مكة دخلوا الإسلام بسبب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لو النبي كان حول اليوم التاريخي ده لمجزارة كان هي بحقه بس النبي صلى الله عليه وسلم اختار ليهم الإسلام وما اخترش ليهم الموت على غير الإسلام صلى عليه